السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أنس من قناة المدينة المستديرة تعلمنا بالدرس السابق صفة background و أخذنا هميا ماذا نستخدم من background color و الimage و الposition و التعلمنا هميا مالته اليوم سوف نأخذ صفة جديدة وهي padding ما نقصد به؟ نقصد به المسافة بين العنصر مالتنا على سبيل المثال هذا الـ Pre العنصر هو كعنصر الـ Pre والذي بداخله سواء كان tag ثاني أو سواء كان مجرد content يعني مجرد مثلا صورة معلومة دعونا نرجع و نرى الـ Pre مالتنا الـ 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 style فعلى سبيل المثال دعونا نضيف padding نضيف مثلا 10 بيكسل نضيف حفظ و نضيف نلاحظ أنه 10 بيكسل من فوق 10 بيكسل من يسرة 10 بيكسل من جوة 10 بيكسل من يمنى طبعا تفيدنا هذه الصفة في حالة أن نريد نسوي مسافة هي للتنسيق يعني تستخدم أكثر شي و خلونا نذكر أنه هي المسافة بين العنصر والـ content بداخله أو العنصر والعناصر اللي نقدر همين نضيفه على تاقات على سبيل المثال الآن لدينا الـ body إذا نرجع هنا و نرى أن الـ body بداخله يوجد تاقات هذا الـ content مالتي فإذا مثلا نضيف padding و أقول له مثلا 20 بيكسل نضيف حفظ سأقوم بـ refresh ألاحظ أنه الـ padding مالتي دفعه 20 بيكسل مثل ما إذا نلاحظ أنه هنا دفع 20 بيكسل من اليسار دفع همين و من اليمين و من جوه همين دفع 20 بيكسل نقدر طبعا نكتبها للـ padding بهذا الشكل اللي هي short-hand مالتها أو نقدر نقسمها طبعا نكتب أكثر من نوعية مثلا أقدر نضيف الـ left دعني نقول نقول 20 بيكسل نقدر نضيف padding right مثلا نقول 40 بيكسل padding الـ bottom على 2 مثلا 30 بيكسل و padding طبعا نقوم على 2 دعني نقول 10 بيكسل نحفظ نحفظ نقوم بـ refresh نلاحظ أنه ظهر بنا بهذا الشكل الـ padding طبعا حاليا هنا دفعنا padding إذا نلاحظ وهو 10 بيكسل وراءها الطينر كل الاتجاه padding فهذا العشوة كأنما موجود ليش؟ ينصر بـ override يعني كتب فوق الصفة القديمة الصفة الجديدة فلذلك هذه تعتبر موجودة طبعا الصفات يقراها من فوق ليجوا دائما فهذه كتبة heech وبما أنه جدت وراء الصفات الباقية تغيرت عليها القيم فلذلك سنأخذ القيم الجديدة جيد ماذا نعلم بعد أكتبها الطريقة مع الكتابة مع الـ padding على سبيل المثال نأخذ هذا الـ P1 أكتب padding short hand وأنطيه مثل ما قلنا 10 بيكسل سأقوم بـ refresh أرى في النوت الثاني 10 بيكسل طبعا أثير على هذا الـ paragraph جيد هناك طريقة ثانية لكتابة سأكتبها مثلا 10 بيكسل و 20 بيكسل وهذا ما معناها؟ معناها أنه أول قيمة هي التأثير للـ top والـ bottom للفوق والجوة سيأثر هنا فوق وجوة أما القيمة الثانية فهي للتأثير بين اليسرى واليمنى فإذا سأقوم بـ refresh لحظة دفع أكثر من اليسار طبعا اليمين مدى يبين لأن مدى توصل الكتابة على النهاية فذلك من بينه فهي الفكرة ما بها إذا أحط قيمتين معناها القيمة الأولى هي فوق وجوة أما القيمة الثانية فهي اليمين واليسار وأيضا أكتب الأربع قيم أقدر أحطهم فعلى سبيل المثال أكتب الأمر 30 أكتب الأمر 30 أي شونا حتى نقري ستصير هي عبارة عن top right bottom وأخر شيء left سيبدأ هي شيء من فوق وعراها يمين وكأنه باتجاه أقرب الساعة فتصير فوق يمنى جوة وبعدين يسرة ستطير refresh ألاحظ أنه أكبر قيمة صارت اللي هي الجوة اللي هي من 30 وهذه الباقيات أنه الفوق مالتي 10 اليمين 20 واليسار أيضا 20 فهي هاي طريقة كتابة البادينج نستفاد من البادينج طبعا أنه للترتيب والتنظيم الصفحة أو العناصر اللي بداخله أو أو في حالة أنه نحتاج أن ندفع مسافة أو نكبر عنصر فنحن نحتاج البادينج وهو مثل ما قلناه هو المسافة بين العنصر والكونتيينت معته موسيقى موسيقى